موسيقى موسيقى صباح الورد مشاهدين الكرام أرحبكم إلى صباح اليمن اليوم صباح بإشراقات التسابيح والتهليل والتكبير صباح مشاهدين الكرام في أشعار المقدسة التي نشتاق جميعا إليها إلى زيارة بيت الله الحرام شوقا وحبا فيها وكذلك الاستقبال عيد الأضحى المبارك عاده الله علينا وعليكم بالأمن والإيمان إن شاء الله والاستقرار والأمان لنا ولبلادنا إن شاء الله ولجميع بلاد المسلمين مشاهدين الكرام كالمعتاد يستقبل المسلمين في كل مكان هذا العيد بكثير من الترحاب وكذلك الشعائر الدينية من عبادات ومن زيارات وغيرها ولكن على رأسها هي نقل أيضا أشعائر يوم عرفة وكذلك العيد وما لهم طبعا تقوس في هذا اليوم المبارك إذن مشاهدين الكرام تقبل الله منا ومنكم وكل عام وأنتم بخير والله بما يملوك يملوك معه الله يود سالي يا سايق البصير أو يا أمير أمانتك أمان أمانتك شلال شلال وسلام لحاجنا واخوانا أمانتك في وصلتك تذكره فوهد قد أوحشتنا فرقة مشوال في الغياب لو ترسيرهم أو يا الحظرين كفخر جتال شهدنا الكرام العيد إن شاء الله هو محبة وسلام وتبادل للزيارات العيد الأضحى هو عبادة كونه طبعا لفريضة من أهم الفرائض في الإسلام هي هي الحج إذن مشاهدنا الكرام اليمن طبعا كل عيد تتجدد نقول هنا الأحزان بفراق الناس لبعضهم البعض قد يكون هناك طبعا الظروف سببات الأحزان والمشاكل التي يعاني منها الناس لكن الفرحة يجب أن تكون ملموسة لأن الله سبحانه وتعالى طبعا في هذا العيد هو بإذنه سبحانه وتعالى يفرج الغمة عن اليمان وكمان نحن بهذا العيد أنه قد تكون المبالغة في الفرحة مستغربة من البعض لكن أيضا نقول هنا التشاؤم والتطير أيضا مستكرة إذن مشاهدين الكرام العيد هو محبة وهو سلام وهو تحدث أيضا عن مقارنة بين العيد طبعا في صنعاء الحبيبة في كل محافظات الجمهورية وعن العيد في الغربة وكمان حياء اليمنيين المغتربين في كل مكان التقوس العيد حتى وهم بعيدين عن اليمن أي شيء التقوس اللي بيحيوها أي شيء الحاجات اللي افتقدوها أيضا في اليمن للحديث حول هذا الموضوع معي في الاستداءة الدكتور علي الجنفذي رئيس مركز أو مؤسسة الإبداع للمروف الشعبي شكرا لك صباح الخير صباح الخير وشكرا جزيلا على هذه الفرصة الجميلة والإطلالة عبر قناتكم الجميلة اليمن اليوم والتي دائما تقترب كل بلحظاتها وبنسباتها وبكل ظروفها مع المشاهد والإنسان اليمني في كل مكان نقول أولا كل عام أنتم بخير قبل الزحمة كل عام ويمننا بخير قبل الزحمة أيوة بعد الزحمة كل واحد يمشي كل عام ويمننا بخير وأفضل وآمن ومستقر رغم كل الظروف التي تحيط به الآن لكننا واثقين أننا سيتخطى وستجاوز كل الظروف وكل المحن وكل العقبات لأن الإنسان اليمني مثل أرضه صلم وأيضا معطاء ربنا يجعل الأيام هذه جميلة جدا القادمة ويكون أفضل العزية عزيزتي هو محبة ألفة ود تسامح تقارب تقدد أيضا في العطاء تقدد في عملية النظرة أو التوجه أو الاتقاه بالطريق السليم بشكل أكبر وبشكل أفضل وبمعنويات أعلى ربنا تبارك وتعالى دائما ما يعطي الفريضة يعطي إلى جانبها الشيء الآخر اللي هو الثواب والثواب هنا مش الذي قام بالفريضة فقط بمن قامه وبمن حوله وبمن ساعد مثلا لاحظ في رمضان الفريضة على من الصوم معروف لكن العيد يأتي لمن للأبناء والصغار والكبار الذين عايشوا في فترة رمضان كامل وكانوا حاضرين وتحملوك أو عايشوك للصوم مع أبائهم أو مع أمهاتهم فيأتي العيد لهم أيضا فرحة ومحبة وتقارب بشكل عام المجتمع وفي الحق أيضا فريضة وشعيرة من مقدسة من عند الله تعالى وفيها التقارب وفيها التقوص الدينية لما جرى لما قبلنا من هرولة أو من صفا ومروة أو من الوقوف بعرفها كلها تقوص دينية وشاعر دينية لها قدسيتها ولها قربها من مقدان الإنسان المسلم يأتي بعدها العيد أيضا لمن لهم ولكل ساكن الأرض من مسلمين من أهلهم ودويهم في أي مكان نفرح معهم ونتقدد ونرفع معنوياتنا ونشاركهم ولو عن بعد بالفرحة والمحبة صحيح وكمان الحياة مستمرة نتغلب على الأحزان وكمان ما نبالغش في هذا الفرح لأنه قد ربما المبالغة توجع ناس وكذلك الحزن حرام يعني الزاعدة الوسطية جميلة جدا في كل شيء في المحبة في الفرحة في السعادة دائما لأنه في حالة المعقول والتوسط في كل حاجة حتى لا يكون فيه تهور ولا يكون فيه تبذير ولا يكون فيه امساك بشكل يعني بخل إلى آخر في المشاعر في ظهار السعادة في التعامل مع الآخر حتى في حالة الغضب أو في حالة الخصام الفجر أيضا في الخصام مرفوض ولكنه خصام بالحد المعقول الذي يتحكم بين الحقل وبين القلب خليل بعد العيد أيو خليل بعد العيد فالمحبة دائما إن شاء الله للجميع والوطننا السلامة والازدهار والاستقرار والعودة الأمور وظروف الناس محبتها إلى مكان وما يأتي بشكل أفضل بإذن الله تعالى يا رب طيب أستاذ علي بالنسبة للمغتربين وأنت هنا في القاهرة كيف تجد تقوس العيد العدد والتخاليد اللي يعني يعملها اليمنين ويمارسوها في العيد سواء من مختلف المحافظات بتجدها حاضرة أو مختفية أو لا بتأت يعني تتماهى مع وجود المغترب اليمني خارج بلاده الإنسان اليمني سواء في الداخل أو في الخارج هو مرتبط برضه هذه طبيعة ثابتة ومتقدرة في نفسية اليمني أبا عن جد كما هي متقدرة بينه وبين التربطة وبينه وبين الجبل وبين السهل وبين البحر فسواء كان في الداخل أو في الخارج شاب أو شائب هو مرتبط بالطقوس وهذه الطقوس التي جاءت عليها بعض التجميلات بحكم الله بحكم التواصل مع الحياة ومع المحيط العالم ولكن ظلت طقوسها مميزة كما ظهرت الآن قبل قليل المدرها في صنعاء هذا الشكل الجميل الممتع المفرح المتميز به اليمن عن بقية الدول الإسلامية جميعا هذا الشيء وفي الخارج أيضا الليمنيين أيضا بشتام الحافظات مرتبطين أيضا بتقوس ومرتبطين بشعار ومرتبطين بمويد وتقاليد تجدهم دائما مع بعض بألفة ومحبة ويأتي الزي بحسب المحافظة للتعبير عن الانتماء أكثر أو التقرب أكثر للأسرة نعم وهذا طبعا المدرها نعم نعم تعلق في صنعاء القديمة هي الأكثر في صنعاء في بعض المحافظات أيضا تعلق حتى يعود الحاج ممكن تشرح لنا عنها هي الآن مشاركة واحتفاء بالحاج هذا الذي يعني طبعا بالظروف القديمة كانت الذهاب إلى مكة كان صعب جدا والعودة منه بالسلامة وعافية يعتبر من حرب بانية أخرى أيضا أنه أدى فريضه وعاد بسلامة الله إلى أهله فالكل هنا يفرح معه ويتبارك به يعتبرك به أنه قادم من أماكن مقدسة وأصبح هذا الشخص القادم الذي انزح عنها الكثير بإذن الله تعالى الكثير من الذنوب أكثر صفاء وأكثر إشراقا وأكثر قربا وتلمس أماكن مقدسة فهم يتلمسوها معه ويفرحوا معه بفل ذلك يحتفوا به اعتفاء كامل مثل ما الآن تريد من خلال الماشي من خلال الزهور من خلال الراكس من خلال الدعاء لهم من خلال المدرهة كل ما يلوح علاقة بالفرحة وهو علاقة بالصفاء الروحي والمقداري نعم وكمان المدرهة فيها الأهازيج تبعها تربط الشخص هذا بالغربة نعم تتحدث عن الغربة وعن الفراب وعن الشراب وعن العودة أكثر من أعتقد الأفضل تقريبا بالنسبة كبارة ما تتحدث عن الغربة وآلاب الغربة وأوجاع الغربة والتنقل هو الشاعر بطوحة الإيرياني بقصيدتها البالة البالة الكبيرة الجميلة جدا وتحدث كيف تنقل من إلى ومن الدكة إلى الحباشة إلى ماكين وكوفه داخل السفينة والدخانية ملي وجهه للسواد وكيف الأمر وكيف حالة الضعف اللي هو فيها وحالة الذل الذي يحصل للمغترب براغة أو الإنكسار ببعنا أصح نقول الإنكسار نفسي عند مرور المناسبة مناسبة ما وغيره فمن ضمن هذا يقول البالة والليلة البال ما للنسمة السارية فيها شذلبون ما للنسمة السارية هبت من الشرق فيها النفحة الكاذية فيها شذلبون فيها النسمة الحالية الليلة عيد وأنا من بلادي بعيد ما لطفال الأسى داخلي من مزيد قلبي بوادي تبن وبيا ووادي زبيد هايم وجسبي صار قلوب العالية إلى آخر القصيدة طويلة القميلة جداً لمعبر فيها اللي في الأخير يقول أنا راجع لك يا بلادي وأنا كذا وأنا كذا إلى آخر العودة فهي حكاية قميلة رائعة عن قرب للمعاناة الإنسانية المنينة في الخارج في الظروف اللي كنا نقول عليها القديمة بمعاناة ويتضل للغربة مهما كانت الظروف قديمة وحديتها هي الغربة غربة ووجع روحي مهما كان والإنسان المين يضطر للاغتراب غصباً عنه لكن كلما يجد فرصة سانحة بالاستقرار والعودة هو أول من يعود على طول ويبني داخل أرضه ويعود إلى وطنها صحيح طيب دكتور علي بالنسبة للصنعة والمناطق المجاورة لها وبعض المناطق أيضاً عندهم من الطقوس المدرهة طبعاً الوداع الحاج وكمان حتى عودته في محافظة ثانية هناك طقوس محددة في محافظة طبعاً في محافظة ثانية لها استقبالها من خلال المولد استقبالها بزفة أيضاً زفة الحاج والتبرك به وهذا أيضاً كما موجود عندنا موجود بالليمان موجود أيضاً في بعض الدول منها العراق أيضاً أنه يطاب بسيارة خاصة ملفوفة بالعلامة الخضرة واللباس الأخضر والذي يأتي أيضاً كأنهم مستعدين معها في لباس الحج يعني يشاركوها للشكل حتى الشكل الشكل الجمالي إلى جانب الناحية الوجدانية ففي المحافظات هناك يرتبط بهذه المناسبة أيضاً الأجمل أنه يرتبط مع عيد الأضحى كما يرتبط مع مع عيد رمضان أيضاً أفراح الزواج أفراح الأعراس أفراح المناسبات الاستعداد النفسي لامتداد هذه المناسبة كفرحة من فرحة عيد وفرحة عروس وفرحة مودة وتقارب صحيح معظم الأعراس في اليمن تكون مع العيد يرتبطواها بالعيد تفاؤلاً ومحبة وتقرباً أيضاً إلى أن تكون هذه الزواجة فأل حسن وامتداد زواجات العمر ثم يقولهم طيب من ضمن أيضاً العدات التي تكون في استكبال العيد استكبال عيد الأضحى هي أنه نرى حركة النساء في إعداد الكعكم هو يرتبط بالعيد يسموه عيد الأضحى ولذلك يرتبط به التضحية ومع التضحية للأهل والتضحية تقرباً إلى الله تمانك الشعيرة من شعير سيدنا إبراهيم في القديم فسواء اللي كان في الحج أو الذي خارج لم يتاح لها فرصة الحج يضحي إن أمكان ويهدي هذه التضحية للأهل للأقارب للقيران يعني هي ذلك كلها تصف في مزيد من المحبة مزيد من المودة مزيد من التقارب مزيد من كسر الحواجز أو كسر حالة القمود في بعض الحالات اللي فيها خصام أو فيها شوية من الكراهية مسح فالتضحية والهدايا يأتي بعها بعد كذلك الكاعك ويأتي بعها بعد الزبيب واللوز وكل ما هو جميل الذي اعتبر الهدية والهدية دائماً محبة أي أن كانت كبيرة أو صغيرة تبقى محبة من شخص إلى آخر طيب دكتور علي مثلاً ارتباط الهازيج الاستقبال الاستقبال العيد كذلك وداع الحجاج الجو في هذه العشرة الأيام المباركة هل هو مرتبط بالموروث الشعبي في اليمن أم أنه نقول هنا بس يصنف كجانب ديني وجزء محدود فقط للمارسة اللي من معه حاج أو اللي مستقبل حاج أو اللي مجاور حاج أم أنه بشكل عام هو كجانب ديني هو كجانب ديني أساسي لكن يأتي هناك شكل اجتماعي دائماً ما بين الوداع والذهاب على أمل أن يأتي أو لا يأتي باعتبار أنه في الفترات القديمة كان الذهاب الحيك صعب جداً وكثير من كانوا يعانوا وأغلبهم كان يعاني في الطريق أيضاً من بعض اللصوص أو إلى آخر وعورة الطريق والبعض أيضاً كان تأتيه المنية في داخل الحيك فهو وداع ويبقى الوداع يحمل حالة من الشقن يحمل حالة من طقسية محددة بقدر الفرحتهم أنه سيحيك ويأدي فريضة من فرائد الله بقدر أيضاً خوفهم عليه أن لا يعود فيمتزق الفرحة مع الغصة داخل والعكس أيضاً لما يعود تكون الفرحة كبيرة جداً وتعبر فيها بشكل كامل من خلال الرقصة من خلال الأغنية من خلال المول من خلال الوزبة من خلال الدانة من خلال المولد من كل الأشكال المتاحة تعبير محبة وفرحة بعودة هذا الحاج والألفة في إطار المحيط سواء الأسري سواء هذا المحيط الحارة أو القرية أو الأهل أو الضيوف القادمة أيضاً من قرى أخرى طيب أنت مثلاً على أنا عدتنا محقيت عدتنا محقيت لكن إن شاء الله نعم أنت كيف تستقبل بداية هذه الأيام مثلاً في العشر عشر ذي الحجة سواء مثلاً كان من عبادات أو من صوم أو من طقص خاصة ارتبطت في ذاتك على الأقل سواء من الصغار أو من الآن ارتبطنا من الصغار دائماً بأننا العشر أو أولاً شهر الحجة شهر مميز ويأتي إلى ما قبلها أيضاً الشهور الأخرى ما بين رمضان وما بين الشهور اللي بينهم فكل القوانب التي سأخذها الله لنا اللي ما بين الرمضان وما بين الحيق وما بين القمعة كلها تعمل على تصفية القانب المجداني وتعزيز الروح المعنوية والصفاء الروحي لدى الإنسان المسلم في أي مكان ومش فقط الإنسان المسلم في أي مكان أيضاً للإنسان المحيط المتواجد على أرض إسلامية أيضاً هو يرهد التقوص ويرهد العادات ويتابع أيضاً يتأثر ويحس أن الإسلام قيمة وأن الإسلام محبة وأن الإسلام مساحة كبيرة من الود ومن النظر الحياة ومن التقدد لا كما يعني لحاول البعض أن يعطيها القانب الآخر أنه فقط غزوات كده وقتال وأنه تواجد وأنه لا محبة عطاء ود للآخر وحب للآخر التقرب إلى الله عبر التكسية الجميلة عبر الشعائر لا عبر ما نكرهه من إرهاب وما نعانيه من في كل مكان سواء في اليمن أو في مصر أو في دول أخرى عنها الذي يعطي صورة سيئة عن المسلم وعن الإسلام طيب دكتور علي كان فيه ما نسمع كمان من آباءنا والأعموم أيضا أنه كان مثلا يكون فيه طقوس معينة مثلا مسرحية التقام في بعض المناطق استقبال العيد استقبال العيد الأضحى المبارك بالفرحة بالمسرحيات بالمقالب كمان وجود التشاعيل التي تعتبر يعني مزج الغاز مع الرماد ويعطوا أيها في مشاعر للبيوت هنا يأتي دور المؤسسات الحكومية وأيضا المنظمات أو المؤسسات المجتمعية التي تشارك التي تكون بتواقدها في هذه المدينة أو في هذه الدولة أو في هذه الإسلامية أن تكون قريبة من الناس أن تكون عاملة في حسابها في برنامجها المناسبات التي تمس مجد أن الإنسان المسلم المناسبات التي لها علاقة بتفكيرها علاقها بالنظر كيف تستثمر هذه المناسبات في تقديم الوعي في تقديم الفكر في تقديم الأعمال الفنية الراقية التي تصب في مدنية هذا المجتمع التي تصب في بناء هذا المجتمع وتنميتي بشكل أفضل هنا مثلا مثل ما تفضلتين يأتي مثلا لنقول وزارة ثقافة وزارة ثقافة هل عملت حساب لهذه المناسبة واحد وزارة السياحة هل عملت حساب لهذه المناسبة وزارة الأوقاف أيضا وهي أيضا لها علاقة بالحاج في الخارج ووصولها وعودتها هل أيضا عملت في الداخل حساب هذه المناسبة واستثمارها المتنفسات البلدية كل الأماكن أنها احتفالية مجتمع احتفالية مجتمع وهل الاحتفال فقط أن نذهب إلى الحديقة أو للدواوي النجلس أو المارس بعض الألعاب لكن أيضا الفكر يجب أن يستثمر ويرقم خلال المناسبة هذه المناسبة الدينية المناسبة المجتمعية المناسبة التي تهم وتنشر الفرحة بين الناس كيف تستثمر من خلال المسرحيات الآخر أيضا يعمل أمسيات يعمل موالد دينية وفيها صفاء روحل وأناشد دينية وسماع سماع صوتي لفن الصوت لكن يأتي إلى جانبها أيضا المسرحيات الأعمال الملتقيات الندوات وحتى في إطار الدواوين كيف أيضا يصاب البعض يكون بشكل نفس قبل العيد هو نفس الكلام لبعض العيد وإنه لمسر كثير أن البعض في الدواوين نفس النقاشات ونفس المهاضية قبل العيد والقارب السياسي والقارب لا يقع هي نفسها اللي في أيام العيد حتى أن أقول البعض نتقدد نعطي كل شيء حقه إذا كان الله يعطينا مساحة من الفرحة مساحة من المحبة مساحة نتوقف هنا ونأتي حتى في أيام الرسول وإيام الغزوات كانوا أذن يفرحون كانوا أفضل يستبتع بقتهم ويعطي للعيد ويعطي للفرحة حقه ويعطي للمناسبة حقه ويعودوا بعدا إلى الجانب الجهادي الإسلامي الذي نشر الدعوة بشكل صحيح طيب دكتور علي بالنسبة لك أنت رئيس مركز إبداع الموروث الشعبي هل مثلا قمتوا بعمل شعبي لهذا الموروث ربطتوا بعادات معينة بتقليد معينة قمتوا بتدوين هذه مثلا الرقصات الأهازيج يعني لأنه بدأت الآن في أماكن كثيرة بالاندثار بدأت زي التشاعيل هذا وكما المسرحية هذا راحت كثير الأسباب عدة منها أنه تفسخ الأجيال كمان العالة الاقتصادية أنتم هنا دوركم الحب لله يعني ومعي آخرين كل أشخاص يعني وأفراتي من موقعهم كانوا يحاولوا أنه جمع هذا الموروث بشكل جميل وتثبيته حتى لا يندثير عنها ولا في نفس الوقت حتى لا يدخل عليها أشياء قديدة دون وعي أيضا الموروث يجب أن يتقدد بس يتقدد بوعي يتقدد بعلم ما نمس الموروث يظل تابت يظل هم مواته نأحية الفرق هذا فقط لكن الموروث أنه يستمر مع الأجيال يجب أن يتقدد وتدخل عليه الوسائل الحديثة وبس بشكل وعي بالنسبة لنا حاولت أن أجمع بعض الرقصات بعض الحكايات بعض الطقوس العادات من باب من باب القانب الدرامي فيها أين يكون يعني دراما الفرحة زي ما تكلمنا قبل شوية على الأستاذ مطهل إرياني وقصيدته البالة الحكاية في الأغنية هنا الأغنية كلها حكاية حكاية جميلة ودرامة لما هو يغني أو تقرأها يدور في باليك المشاهد 21-23-44 حتى الختام من المعانا إلى من معاناة السفر إلى معاناة الغربة إلى المعاناة هو يشرح تفاصيل إلى معاناة العودة إلى الوطن والرغبة بمعاناة الرغبة بالعودة إلى الوطن وقرار نهي أنه يعيش ويمارس حياته رغم كل الظروف التي يمكن تكون محيطة بها هذا في إطارة البورو في إطارة أيضا التقوص الرقص والأفراح والمناسبات أيضا هناك في المناسبات العرص كما قلنا في نفس العرص طقس جميل يقوم فيها الدراما الدراما من خلال الشعر والتبادل لأنه عندنا الحمد لله في مناسباتنا نوع من المشاكسات في داخل العرص سواء على المستوى النسائي أو على المستوى الرجالي المشاكسات ليس المشاكسات لغرض الإثارة الآخر بزعل لا لغرض صنع صنع الفرحة فتلاقي في العرص وانت ممكن بنتي ليمان وتعجب الكثير أنه داخل العرص النسائية في حيانا بعض المشاكسات شوية وبعض الألعاب بعض العمور حيانا اللي تنصف على العرص وتخلي الحاضرين المساندي مع أهل العروسة أو أهل العريس أنهم حالة وحدة وحاولوا يخلوا البيت يتلألأ من الفرحة كذلك أيضا في نفس القانب الآخر مع الرجال هناك مشاكسات ولعب وحركة الحنة هي جزء من حالة المشاكسات كطاكس وفي نفس الوقت مشاكسات خاصة للشخص الذي لا يرغب في الحنة مثلا صحيح أيوة يقول له ضحية والضحية بالذات الحق بعد هذه الأعمال وهذه الحركات كلها داخل يعني في إطار كم يوم اللي هو أيام لأيام العرص هو الصن يعني درامي جميل يبدأ من يوم كده وينتهي في يوم كده وعلى الجميلة أن يفسح قلبه ولا يوتقى حتى أنه من شبك تاخي الآن عرص كما يقول أيضا الفنان من شبك تاخي عيد يبقى للمناسبة جميلة فكيف نتقاوز؟ بصنع الفرحة بصنع بيجاء على الفكر مستنير ويحب الآخر بيجاء على النظرة لوطن أجمل ومدن رائعة تم لأهل محبة بدلا من الذخيرة تم لأهل أعمار بدلا من الخراب يم لأهل الود بدلا من الحقد والتسلط يملأها التنمية الدائمة والمستدامة صحيح طيب دكتور علي كيف نتجاوز؟ المسألة البشرية متغيرة ودائما متقلب وفيها ما فيها هنا مناسبة دينية كبيرة يعني ما فيش أغلى من هذه الأيام ولا أفضل منها عند ربنا سبحانه وتعالى وكمان تتويجها بالعيد عيد الأضحى المبارك برأيك كيف ممكن هنا الناس تتجاوز التشاحنات تتجاوز النفور من بعضها وتجعل هذا مناسبة مشلة فقط عيدية لما الشمل أيضا وإزالة الخلافات النفس البشرية من وجود آدم هي داخلها الجانب الشرير أو الشر وهو الإنسان جانب من الشر وجانب من الخير بس أيهم الذي يقدر يتغلب عليه كل ما ارتفع الجانب الروحي الوجداني المرتبط بالله المرتبط بالمحبة المرتبط بالقيم الكبيرة كل ما خفت الجانب الشرير وكتم ولذلك ربنا يجازي الإنسان الخير لأنه استطاع أن يكبت المكامح الشر فيه استطاع أن يعني أن يحاول أن يتغلب على الكراهية استطاع أن يتغلب على أن يكتم غضبه أن يزحب بقدر ما يستطيع حقد الذي ممكن يتسلل له لأنه مدام أنت في الحياة ومدام الشيطان موجود مدام الآخر في صراع يبقى هذه العملية موجودة لكن من يتغلب هو الأقوى بمن يتغلب بالقرب إلى الله بالإطلاع بتساع الفكرة بتساع الوعي بالثقافة بالعلم من خلال المؤسسات من خلال الحكومة من خلال الدولة من خلال المنظمات إشاعة الجانب الخير إشاعة السلام إشاعة المحبة والعمل على يعني الخلق الكل ما له بعلاقة بالكراهية ومسحة تماما ويحل محلها السلام يحل محلها الويد يحل محلها التقارب بمن لكن في هذا المحيط بالحكمة بالحكمة بالعقال بالوعيين بالناس الذين يحبوا وطنهم بالناس الذين يحافظوا حتى على زهرة جميلة في داخل بستار تأتي هنا ينبني الوطن ينبني الوطن بالمحبة ما ينبنيش على الكراهية عمر الكراهية متخلق وطن الكراهية تولد كراهية كما يقال الدم يولد الدم لكن إلى متى من يقف من يقف بصح ويقارب بين الليمانين بعضهما البعض وأقصده الليمانين المتناحرين القانب المتناحر القانب الذي يعني يؤدي بنا إلى يؤدي بنا إلى المهالة يكفي يعني أن على الحكمة أن يقف وقفها محبة مخلصة للوطن مرتبطة بالله أولا وفي مناسبة هذه لا أجمل المتشاحنين وأن يتقارب المتخاصمين وأن يتقارب وأن تزال من بيننا الفتنة وتحل محل المودة تحل محلها المحبة ونعود إلى الوطن الجميل المستقر الآمن الذي يتعامل مع العالم بإيقابية والمعطي كما كان دائما معطي لكل العالم لمن سيرقع بإذن الله تعالى بإذن الله سبحانه إن شاء الله طيب دكتور بالنسبة للعيد الآن مناسبة كبيرة وكذلك فيه فرحة أطفال فرحة شباب فيه بسبب الحرب والحاصل الآن من ظروف اقتصادية صعبة بهتت هذه الفرحة لسأسبب بأنه ما فيش بعض الناس معهم حق العيد لا حق الأرخية ولا حق جعلة العيد ولا كمان كسوة العيد بالنسبة للأطفال فسببت يعني ألم لدى البعض والبعض الآخر هنا مبالغ في الفرحة في كيف برأيك ممكن أن نستغل هذا العيد في التواصل والتراحم فيما بيننا وكمان استغلالها للتكافل الاجتماعي التكافل الاجتماعي هو ضرورة جدا ومن الذي يحب ذها لديننا الحنيف والناس في كل مكان أيضا والإنسان هو الإنسان في كل مكان محب للآخر ما يكون بنفسية سوية بوعي بارتباط بطبيعة الأرض بارتباط بالناس بارتباط بالقيم الجميلة العيد وأشياء أخرى أيضا تأتي ويأتي معها الحاجة لأمور مكملات هذه الأمور مكملات تحتاج إلى مادة بمعنى على الدولة أن تعطي الناس حقوقها من رواتب ومن حاجات ومن مستحقات تستطيع من خلال ما تملك أنها تمارس بعض ما تحب من صرفيات العيد يحتاج الأطفال ملابس العيد يحتاج أن الشري مثل ما حدثنا قبل قليل طحيم من أجل الكعك يحتاج يحتاج أن يأكل يحتاج أن يمشي يحتاج أن يفرح يحتاج أن يزور أن يروح هديقة كل هذا يحتاج إلى مادة فكيف يكون وكيف هذه هذه العوام الغصائها ورغم أن الإنسان المني متحمل إلى حد الآن ولا حد يستطيع يتحمل مثل ما هو يتحمل لا كهرباء لا ماء إلى آخر إلا بالنادر إلا بالنادر والنادر القليل جدا يأتي أيضا الحاجيات التي لا يقدر وحدها أن يتحمل تحتاج إلى مادة تحتاج إلى راتب تحتاج إلى فلوس هذا نتكلم على القانب الموظفين لكن القانب الآخر الذي ليس موظف إذن اختفاء بعض الأعمال نتكة الظروف التي نعيشها لو عدم الاستقرار اختفاء بعض المهن اختفاء أو قمود بعض المهن واختفاءها بالضبط يعني عدم مبارسة يبقى الحرفيين المهنيين الناس الذي على باب الله مثل ما نقول علاما أيضا ذا كمهم الحال إذن على الجهات المعنية أن تراعي هذا القانب وتتقه بالاتقه الصحيح نحو هؤلاء بالذات هنا يأتي التكافل الصح الإحساس بالآخر الإحساس بقيمة دين الإحساس بقيمة شعيرة الدينية والإحساس أن الآخر أيضا يجب عليه أن يفرح ولو بالأقل القليل الآخر لديه أبناء الآخر لديه آل لديه أسرة لديه زوجة لديه أم من أين يصرف والآخر الذي يظل ينادي لنا خلال السنة أو العام أو الشهور كجمعيات خيرية وجمعيات تكافلية هنا الآن دورهم فنجب أن نكون حقيقيين وصادقين مع الإنسان ومع الفرحة الربانية التي وهبنا إياها كيف نعطيها الحق الصحيح ونستثمرها في الاتجاه المناسب للناس المستحقين حتى يكونوا معنا وحتى يحسوا بما نحس من فرحة ومحبة وحتى يقدروا يعدوا هذه المرحلة التي غصت على الكثير وأثقلت كاهل الناس ومع ذلك متحملين لكن أحسن تكون الفرق قريب بإذن الله تعالى يا رب إن شاء الله إن شاء الله دكتور علي كيف ممكن الأطفال في الغربة مثلا الآباء والأمهات هنا الآن عارفين الموروث في العدد والتقاليد في أيام العيد استقبال العيد لكن الأطفال تقريبا بالذات اللي يعني يعيشوا في أجواء الغربة وظروفها ما يعرفوش هالأجواء العيدية في بلادهم ربما يكون الآن في موارسة الظروف والطقوس اللي هم موجودين في البلد اللي فيها صحيح كيف ممكن هنا يربط الأم والأب الطفل هذا أو الطفلة بموروثة الشعبي في بلده نعم وهو بالغربة الطفل في كل مكان يعيش عالمه نعم وكل واحد مننا أيضا داخله أيضا طفل الطفل اللي داخلنا والطفل الذي أمامنا هو الصغير يعني هو أيضا مرتبط من خلال والده أو من خلال الأم بتقوص بلده واليمني يحاول أنه يحتز هو محتز بتقوصها كامل ويحاول أن يزرعها في الأبناء سواء كان في بريطانيا سواء كان في أمريكا سواء كان في دول أوروبية أما بالنسبة العائشين في الدول العربية فهم أكثر قربة لأنها تقوص متقربة جدا وإن اختلفت في بعض القزئيات لكن هناك في المجتمع الأوروبي يعاني أكثر يعاني أكثر لاختلاف الهوية شكلا ومضمون فكثير منهم يعاني هذا القانب ويحاول هنا يأتي الإسرار من قوة أنه لازم يعاني أنه لازم يأخذ أبناء في الصباح بدلي جدا ويرح يصنع لعيده معه وشاهدنا كثير من الاحتفاليات واللقاءات المحبة وبالأزياء أيضا اللمانية نراحل دائما نعني هذا الآن نعني يومين ثلاثة وقيل عيد وطل على بعض المدن في الدول الأوروبية وهم خارجي من المساقد بطلق كتير لابسين الزي لمني والمشدة ولابس الجنبية ولابس العسيب أو المقطب إلى آخر هذا جزم الاحتزاز ونقل هذا الموروط إلى ذهن وعقلية الطفل طيب الدكتور أنت بالنسبة لك بالموروط هذا إيش تلبس ملابس في الكولوري أو لا أنا ألبس هناك أزيك في الداخل أو في الغربة في الغربة أحيانا ألبس وأحيانا ما ألبس يعني أحيانا ألبس إزاي يعني ألبس مثلا مع زملائنا أو أحبابنا اليمنيين في مناسبة لقاء وأحيانا ألتقي بالأخوة أيضا من العرب ومصريين وآخرين أني ربنا يحفظ هذا البلد الجميل لمصر الحبيبة ألتقي بهم على أرضها أو في أي مكان بالملابس العادية فرحة العيد ما بين المدنية كمجتمع يعني كمجتمع عربي بشكل عام وما بين الهوية كيمني معتاز بزيه ومعتاز بفكره وطقوسه طيب برأيك الاستمرار في الطقوس هذا أو العادة والتقاليد في الغربة ارتباط الإنسان ببلده الأساسي هنا يعزز الانتماء وكمان يعزز وجود هذا الموروث فيه أصلا هو مثل ما ذكرت فهو يعزز ويعطي طوة أيضا على تحمل الورباح الارتباط بالداخل والتواصل مع الداخل سواء التواصل مع الداخل كأهل أو التواصل مع الداخل من خلال الطقوس من خلال فرحة من خلال مناسبة من خلال الزي من خلال الرقصة من خلال الأغنية من خلال وليمني مرتبط بهذا كله جدا نفسه ينقل البلد حقه لأي مكان في أي دولة أو تعيش ينقل معه وطلاح أيضا لما البعض يأتي إلى مصر أو إلى أي دولة من الدول يعني بالدات مصر نشوفهم كثير يأتي ومعها المدرة ومعها الأشياء ومعها الأمور ومعها كل ما يتعلق إضافة إلى المكتب إضافة إلى الأشياء إضافة إلى الجنب لو يقع عليه ينقل لهناك لهناه ويعيش هذا يعطيه قوة داخلية للتحمل أو قاع الغربة حالة الإنكسار حالة البعد حالة حين الضيق المادي في بعض الدول مرحونا بعضهم بضيق مادي إلى آخر تبقى الغربة مهما كانت في أي بلد تبقى الغربة ولو إلى آخر أنك تحس هل تحس بالغربة بدرجة كبيرة جدا أو لا لكن في دول يعني الحمد لله ومنها مصر أنت واحد من أبناء هذا البلد نسبة الإحساس بالغربة ما فيش جدا إلا بفقات افتقاد الأهل تمام أول مناسبة أن تكون بينهم هذا البلد ربنا يجعله سالما آمنا ومحبا دائما وعطاء لكل الدول العربية يا رب أو كمان إن شاء الله يعني الأمن والأمان لنا ولمصر الحبيبة وليمن والكل العربية والإشلامية دكتور علي بالنسبة لارتباط العدد والتقاليد من بلد إلى بلد هل هذا الموروث الآن بتشوف أنه هل هناك في تعزيز من كل أبناء البلد أنه يكونوا حاضرين ولو كانوا عن بعد من هو الارتباط اقتباط تقول مظفر نواب حتى النملة تعتز بثقب الأرض فالإنسان أي مكان بأي هوية لا نقول هذا مسلم ولا هذا مسيحي ولا هذا بودي ولا هذا هندوسي ولا هذا أي أن كان هو كائن بشري ربنا خلقه وخلق فيه حبه لأبناء وحبه للأرض وحبه للأسرة وحبه للإنسانية الإنسان الآخر أيضا جدا ويقتلب بعض السلوكيات الآخر فسلوكيات الآخر من الأفراد ما ينعكس على على معتقدة كل الديانات محبة سلام عطاء كل الديانات الربانية تقارب زرع الخير الآخر يكترب من الآخر يبقى وقية النظر أو اتجاه أو التفكير أو التحليل أو الرؤية يعاد له فكل الناس مرتبطين بالأرض وخاصة هنا يأتي مثل وقلتي كيف يأتي الارتباط بالأرض أكثر من عوامل الارتباط بالأرض أكثر وبالهوية وبالموروط المراحل اللي مرت بها هذه الدول أو تلك سواء عربية أو غير عربية الاستعمار كان عامل أيضا من مهم أنه يخلي المواطن بدون ما يقصد أنه يتقوقع ويرتبط بثوراتها أكثر حتى لا تضيع الهوية كان أيضا الاقتراب بالتداخل بحضارات على حضارات جعل الآخر أيضا يتمسك ويأخذ من الحضارة الأخرى الأجمل لكن أن لا يفقد هويتها أن لا يفقد طقوسها أن لا يفقد ملامح وجمال موروطها الشعبي يبقى الارتباط بالأرض هو الارتباط الأساسي لأن الإنسان خلق وهو محب هذه الأرض ومحب المحولة وزرع بعد ذلك شكل طقوس وموروط له ناقشها على قدران المعابد أو ناقشها على قدران الكوب معبرا أن ما يكمل في ذاته نتابع نحن وإياك يا دكتور وكمان المشاهدين الكرام هذا التقرير اللي طبعا في هذه المناسبة حول كسوة العيد وكذلك الاستعداد أيضا في مكة المكرمة لاستقبال ربناكسينة من عندها إن شاء الله يا رب إن شاء الله إذن مشاهدين الكرام نتابع كيف يتم الاعداد وكذلك كسوة الكعبة في هذه الأيام إن الحمد والنعمة لك والملك لا تريك لك كسوة الكعبة المشرفة من أهم مظاهر التبجيل والتشريف لبيت الله الحرام ويرتبط تاريخ المسلمين بكسوة الكعبة المشرفة وصناعتها التي برع فيها أكبر فناني العالم الإسلامي حيث يترقب العالم الإسلامي مشهد كسوة الكعبة المشرفة لهذا العام وتأتي هذه المظاهر بعدما رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار ثلاثة أمتار تقريبا وتقطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريبا من الجهات الأربع أهلا بكم جميعا في مصنع كسوة الكعبة المشرفة أحد المعالم البارزة في العصر المقدسة مكة المكرمة وانشأة في عام 1346 الهجرة كان مقره السابق أو انشأة في حي الجياد ثم انتقل إلى حي التيسير وانته به المقام في هذا المكان في حي موجود في عام 1397 بعد أن زود بأحدث المكاين أنذاكي مراحل صناعة كسوة الكعبة المشرفة تمر بمجموعة من الأقسام الفنية والتشغيلية منها السباقة ثم النسيج الآلي الذي يحتوي على العبارات والآيات القرآنية ثم قسم المختبر حيث تجري الاختبارات المتنوعة للخيوط الحريرية والقطنية من أجل التأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المطلوبة من حيث قوة شد الخيوط الحريرية ومقاومتها لعوامل التعرياء إضافة إلى عمل بعض الأبحاث والتجارب اللازمة لذلك وعقب انتهاء جميع مراحل الإنتاج والتصنيع وفي منتصف شهر ذي القعدة يقام حفل سنوي في مصنع كسوة الكعبة المشرفة يتم فيها تسليم كسوة الكعبة وتأتي آخر قطعية متركيبها وهي ستارة باب الكعبة المشرفة وتعد أهم مراحل عملية تغيير الكسوة وتستبدل الكعبة كسوتها مرة واحدة كل عام وذلك أثناء فريضة الحجة فبعد أن توجه الحجاج إلى صعيد عرفات تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريفة بمتابعة تغيير كسوة الكعبة المشرفة وازدال الثوب الجديد عليها استعدادا لاستقبال الحجاج في صباح اليوم التالي يوم عيد الأضحى المبارك الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله تابعنا أحبتي هذا التقرير طبعا دكتور كأنه سبحان الله كسوة العيد مرتبطة في كسوة العيد لا علاقة ويجدانية ولا علاقة روحية ولا علاقة بصرية كمان بصرية للإنسان كسوة الكعبة التقديد الارتباط الآخرين بالتقسية الخاصة بكسوة الكعبة وكان أيضا من من كان يكسل الكعبة وله هذه النعمة الربانية دولة مصر أيضا كان لها شرف كساء الكعبة ولها تقوصها من أول ما يخرج كسوة الكعبة من داخل مصر حتى تصل إلى مراتك المراتك المقدسة البلاد المقدسة وتقدم بتقسية وبحفاوة وبإهداء من عمق دولة إسلامية إلى أيضا إلى مركز الدول الإسلامية نتابع طبعا يا دكتور حنو أنت هذا الفقرة الفنية مبدعة يمنية في مجال الرسم إذن مشاهدين الكرام في فقرتنا الفنية هذه نعرض بعض الصور الموهوبة يمنية في الرسم دلال محمد نتابع ثم نعرض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لوحات رائعة وفعلا هناك إبداع ومعي الآن عبر الهاتف دلال محمد دلال صباح الخير صباح الورد هل سهلا نعم أهلا فيكي وما شاء الله الرسم تبعك حلوة أي شي الأنواع التي ترسميها يا دلال وأي أصناف ترسميها بالفحم بالرصاص بأي أنواع؟ أول شي أتشرفت بالمقابلة هذه الرائعة أنت الأروح وسعى صباحكم جميعاً أول شي برسم بكل الخامات أيها برسم بالقلم الرصاص بالفحم على جميع الواح الكامفاش على جميع الألوان والرسم بشكل عام رسوماتك حلوة ما تخيطش في شي معين طيب أنت بتركزي فيها نعم يا دلال أي شي بتركزي فيها على أي شي الرسم الصوت على فكرة الصوت ضعيف طيب بيشوفوا الشباب الصوت طيب اللوحات اللي بترسميها على إيش تركزي في رسمها قد بك الخامات الأشكال اللي ترسميها برسم بروتريهات برسم مناظر طبيعية يعني ما في شي معين اختفت فيه كل شي طيب قد شاركت يا دلال في معارض ولا لا أيها كان آخر معارضي تقريباً قبل 20 يوم شاركت في معارضي مؤسسة بيسمينت الثقافية كان يوم جميل يعني أول معارضي أيها حلو طيب ضمن فريق أن عملي ترسم مستقبلي حلو العنوان ويش استعرضتي فيه من لوحات يعني على إيش كانت تعبر هذه اللوحات اللي استعرضتوا فيها والله المعارض كان يعني ما عش شقول لك على فكرة معينة كان مشاء الله قدت لوحات وعدة مواضيع فيه شاركت بخمس لوحات أيها كان حضر مميز كان حضر جميل وإن شاء الله عدنا هي برضو معارض قادم في شهر عشرة أيها طيب دلال بتفكري أنه تستمري في المعارض وكمان تشاركي زي ما أمس مثلا الحلقة السابقة كنا مستضيفين أحد الفنانين التشكيرين اللي شاركوا تقريبا 120 فنان في الخارج هل بتفكري أيضا أنه توصلي للمشاركة خارجيا؟ إن شاء الله بإذن الله أنا أطمح للوصول لهذه النقطة وما فيش مستحيل لا لا أكيد ما فيش حاجة مستحيل يا دلال وبعدين ما شاء الله يعني الرسم تبعك جميل وحلو أنه هناك فيه أشكال متعددة وبترسمي بخانات مختلفة أيضا نعم وكمان يا دلال ما فيش نحت ولا بس إلا خامات بس؟ لا والله حاليا خامات السابقة يعني كبداية بس إن شاء الله نتوسع على أيام القادمة نفكر نرسمها رسم تريدين من حق بس يعني في البداية ببداية السلم الفني نعم لا لا وإن شاء الله بتوصلي للقمة يا دلال ونقول لك أنت مبدعا فعلا نعم وإن شاء الله مزيد من التألق إن شاء الله شكرا جزيلا لك الرسامة دلال محمد جميل أنه جميل أنه جميل أنه جميل أنه جميل أنه شغلها جميلة كنت أتمنى لو أسألت أنه هل دخلت دورات هي أو دخلت معاهد الفن التشكيلي أو أخذتها فقط بالمهوبة ومستمرت بالمهوبة وثقفت نفسها أنا شفت اللوحات جميلة وتشتغل على المكان أكثر هي البيئة والمكان يستويها أكثر أنها لا أشوف هي في مثلا اللي يأخذوا دورات في الفحم وكذا أكيد دورات أنا كنت أرغب أن أسمع الإقابة منها أنه فعلا زي هذه الموهوبات كل ما تعززت بالقانب العلمي كل ما تعززت بالدورات بالدراسة بتعطيه بشكل أفضل وأوصال أنه الأهم شيء الموهبة قبل أي دراسة الفن أن يكون شخص لديه موهبة خاصة بالفن وما بالفن يعني يعتبر فضاح إذا ما فيها يمكن يدرس يكمل لكن مش هيطلع فن هيحفظ كتب وحفاك ومش هيطلع فنان زي البعض يدرس في الأدب أدب يعني لكن مش أديب حلالي ساعدتك لللوحات يعني يحتاج إلى أقصد القانب الموهبة بالنسبة للفن قبل الدراسة الموهبة أولا بعدين الدراسة تسقل وتعمل على اقتزال الوقت بالنسبة بدلا يروح يفكر الخامة دي لا مش خامة دي لا الدراسة يعرف أنه الخامة دي اللون دفع اللون دا يديه اللون الآخر الخامة دي بتديه أكبر دي هنا بتمتصل لولا الثانية لا بتعطيه أكثر هنا العلم يقين العلم والدراسة يقين يقين يفيد الموهبة جدا ويعطي لها مساحة القدام ويوسع رؤيتها أكيد فيه كمان دورات تدريبية هم بيأخذوها بالذات الآن اللي ما أنه تكلمت على الخامة الخامة نعم بي استخدام الخامة والفحم وكذا فيه بيعطوهم هم المزج الألوان وكمان بالنسبة للأشكال كيف يعمل كيف يشتغلوها غير لما كان الرسم بالقلم الرصاص أو كذا فكان يعتمد على تقريبا شي ذاتي يقول دائما كذا أنه البعض سميئه إيش هذه الشخططة الشخططة دي اللي عند الطفل الشخططة اللي أعتبرها البعض عند الطفل دي ما لديه شخمط قال السخمط والشخطط هالشخططة دي هي بداية الله بداية التعامل مع الشي مع القلم مع الورقة كيف هالشخططة دي اللي توصل في الأخير إلى اللوحات وقال آخر ما زال هذا الفتاة يهدي يهدي يقول كلامك ما زال هذا الفتاة يهدي حتى قال شعرا يضرب هنا يعمل هنا ويروح يسمع ويقلس ويجالس ويحتك بالآخرين والمعارض بالنسبة للفنان مهمة جدا ما يشارك الفنان مع الآخرين بمعارض إذا كان فنان تشكيلي وإذا كان مخرق أو كاتب ما يشارك بمهرقانات ومحافل دولي للتقيم الآخر يعرف يتعرف على تقارب الآخرين ويرى نفسه هو الآن في أي تقربة أو في أي موقع ومالذي الآن يتميز بأ أو مالذي ينقصه بحاجة أنه يتعلمها أكثر فهذه كلها تعطي كيف ندعم موهبنا والإيمان مليئة بالمواهب في كل المجالات القانب العلمي والقانب الأدمي والقانب الفني إلى آخر لكن تحتاج إلى عملية دعم وانتباه المؤسسات ومن ضمن دولة أشوف اللوحات جميلة جدا تتكلم عليها أيضا بشكل رائع وتحتاج لها أن تتعمق أكثر باللوحاتها لأن الشوكولها على المكان جميل وتحتاج لها أن أيضا تحضر معارض يتحلى فرصة الحضور للمعارض هذا ينقص الفن للحضور للمعارض مثل المبتدى في العلم على أن يحضر حلقات العلم يجلس مع بعض والله كل العلماء السابقين كانوا يتناوبوا على حلقات العلم حتى يستزيد من العلم يعرف فين الأفضل وفين الأسوأ ويصر إلى أن يصبح هو بذاته عالم ولهم ريدي صحيح وكلما الإنسان أيضا قدم هنا عمل وطور فيه نعم أكيد أفاد واستفاد لأنه أستفاد الخبر وأستفاد طرق أخرى وكما أستفاد وإنه يفرجوا على حجة والحقيقة دائما أنه يتعرف على الآخر وعلى ثقافة الآخر والآخر يتعرف على ثقافته ويعطيها البعد وكلما كانت الرؤية متسعة كلما ثقاف رفسك أكثر نعم وكلما كانت ضيقة الرؤية ضيقة كلما انكفعت على ذاتك وانتهيت طيب دكتور بالنسبة الموضوع الموروث الشعبي والغربة أيضا والعيد برأيك اليمني في الخارج سواء كان في مصر أو غيرها من الدول تغلب على غربتها بارتباطها بالأرض بارتباطها بالعادات والتقاليد أكيد وما زال هو يتغلب في كل يتغلب حتى على الانكسار على الحالات الضعف التي تعتريها كونه بشرف الغربة والحمد لله في داخل مصر الحبيبة يعني القالية اليمنية والشباب الليمني والطلاب الليمنيين يحاولوا أن يستثمروا هذه المناسبة العياد بإعقامة حفلات وبإعقامة ملتقيات وبإعقامة الملتقى للأسر وملتقى للشباب ويقدمون من خلال هذا الملتقى فنونهم الشعبية اليمنية وتقوسهم ويؤكدوا على عاداتهم وعلى هويتهم وارتباطهم بالأرض فمشكورين هم دائما يعملوا في كل مناسبة مشكورين على هذا القود ونتمنى من الآخرين الأصحاب الروس الأموال أيضا الذين متواجدين أن يدعموهم ويدعموا الفكرة ويبسوا بشكل أفضل وكله في الأخير يصب للناس يصب لليمان أرضا وإنسان طيب برأيك في حاجة مثلا معينة شوف أنه يفتقدها المغترب اليمني في ظل الأجواء العيدية مثلا يفتقد دائما الإنسان إلى الأهل البعيدين يفتقد الإنسان إلى رائحة الوطن يفتقد الإنسان أن يرى وطنه دائما جميل مثل الوطن الذي يعيش فيه الذي أصبح هو وطن ثاني يفتقد أن يتباهى أكثر أيضا بوطنه وأن تنزح الغمة وأن يشار إلى وطنه من الآخرين بالبناء أن هذا وطن جميل وأن هذا اليمن الرائع الذي يه وأن هؤلاء البشر في اليمن هم الذي حملوا على عاتقهم رسالة السلام رسالة المحبة رسالة الإسلام وهم الذي تمتاز أرضهم بالعطاء بكل موارد العطاء وهم الذين تمر من خلالهم القواف الكائنة وهم الذين تمر عبر بحارهم أيضا البخور والتوابل إلى الدول والمعابد الأخرى هذا الذي كان الآن يغس في النفس لما ينظر بعض اليمن إلى وطنه ويرى المشحنات ويرى بعض الأماكن بعض الخراب بعض الدمر هذا الذي يغس لكنه يتجاوزها ويؤمن كإيمانه بالله وثباته وإيمانه بأرضه أنه سيعود اليمن أفضل وأحسن رغم كل شيء إن شاء الله إن شاء الله أنت في بالك حاجة معينة بتسويها يوم العيد جهزت مثلا مع أصحابك جهزت مع أسرتك مثلا طقس معين حتى الآن ما جهزت ولا جهز حاجة بس منتظر من الأصحاب أنه يجهزوا وأنا بدخل معهم إن شاء الله إن شاء الله عيد جميل لليمان واليمنيين ولكم والقناة اليمن اليوم بشكل أفضل والعاملين لدائما هذه القناة التي تطل ما بين مناسبة ومناسبة تكون قريبة من المشاهد والإنسان اليمني في أي مكان نعم وهي من الجميع وإليهم وهي قناة كل اليمنيين نعم نعم وكل سنة وانت طيب وينعاد عليكم إن شاء الله وتقبل الله منا ومن الجميع إن شاء الله الطاعات مشاهدين الكرام كل سنة وأنتوا طيبين وينعاد علينا وعليكم بالخير والعافية وإن شاء الله تقبل الله من أحجاج بيته وأقبلنا إن شاء الله لما نكون زائرين البيت الله الحرام غفر الله لنا ولهم ولجميع المسلمين وحتى المنطقة في أمان الله قلبي مولع في الحلو والجمال والغالي يستاهل لطيعة لطيعة هدية من نازل الله جمال بيقع للدنيا الوسيعة وأنا مولع